من أجل الحضور معكم فعاليات وإشغال هذه الندوة العلمية حول موضوع جديد وجدي يخص التمويل عن طريق الاعتماد الإيجاري في القانون الجزائري فهنيئا لللجنة التنظيمية على اختيارها لهذه الموضوعاتية وأثني بشكر الجزيل إلى زميلي وأخي عميد الكلية وتاقم كلية الحقوق والعلوم السياسية على مستوى جامعة بجاية بالتكرم لتنظيم هذا اللقاء العلمي الهام وكذلك السماح لمتعامل اقتصادي الحضور معنا وهو بين بي باري با أشغال هذا الملتقى حتى يفيد الحضور الكريم بتجربة هذا البنك فيما يخص التمويل عن طريق الاعتماد الإيجاري هنا على مستوى ولاية بجاية وكذلك على المستوى الجزائري والدولي أيضا حقيقة الاعتماد على هذه الصغة في تمويل المشاريع الاقتصادية يعني تعد صغة جديدة بالنسبة للسوق الجزائري لكن في آن واحد تعتبر صغة كلاسيكية على المستوى العالمي بحيث عندما نشوف تاريخ هذه الطريقة طريقة التمويل بالاعتماد الإيجاري نجد أن جذورها تمتد إلى سنة 1930 أي بعد ظهور الركز الأزمة الاقتصادية العالمية من تاع 1929 فأريد أن أقول للزملاء لرهم حاضرين معنا اليوم فعالية هذا الملتقى الوطني شكرا جزيلا على حضوركم معنا وأقول لكم أيضا إقامة طيبة بين إخوانكم هنا على مستوى مدينة بيجايا على مستوى جامعة بيجايا بسيحولة مستوى مستوى الوطني هناك غزيلا على معنا لتشاهدنا على المستوى الملابين ويتشاهدنا على الكثير من الوطني بحيث التمويل الشيطان جزيلا على الممتل ويشاهدنا على المدينة بيجايا والحقر بالعديم للجمه أيضا جاء سوف أعود mith مع مصممممم المشروع مع أطالقاء العقلات العامية مع صالحة العمية العامية من الناس العيويات العامية لذلك كل جيدة ليست ما فعلت إذن يحرز一定 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر مكرم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي نانسي قنقر